مخي مشحون ومزدحم ما بايه اللي أصبح بجد بقى ده اللي ظاهر اللي هو فلان الفلاني يخش مكان أيا كان بقى المكان ده محل المكان ده كشك زي ما يطلع الداخلة بتاعت انت مش عارف أنا مين أو أنا ابن مين أو أنا هعمل وسوي والصوت يعلى وتبقى خناء أو حدوت بص اللي أنا أفهمه في حياتي وأظنه ده الطبيعي وده الصح أظنه صحاقني يعني لو أنا غلطان ليك حق بتخش بتطالب بحقك بمنتهى اللطف طيب اللطف منفعش بمنتهى الجدية وتجهم طيب الجدية والتجهم منفعوش يبقى تمشي في المسار الطبيعي تشتكي وإذا كان المكان ده ليه كبير يعني شاركة ولا مش عارف إيه فأنت بتبعت الإيميل اللي محترم وتدور على الشخص المسؤول علشان تقوم باتصال تقول أنا راجل ما خدتش حقي حقي ده بقى خدمة حقي ده منتج إلخ 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 قصة إن والله بكلمة بجد كل ما خش حتة دلوقتي يتقلي يرضي حضرتك يا أستاذ يوسف وياريد تتكلمه عن الموضوع ده في التلفزيون إنه يخش حد يقعد يشتم ويهلل ويزعع ويقول لنا أنا فلان وأنا علان وأنا ابن ترتان وأنا ابن فلان فأنا أجابتي على طول المباشرة لا إيه اللي حصل أسمع في قصص وحكايات ولا أشكك في هذه القصص والحكايات لسبب واحد إنها في أكتر من مكان في أكتر من جهة في أكتر من حتة واضح إنه الناس طول الوقت أو بعض الناس عايزين يعيشوا في دور ابن بارم ديله مع إنه مفيش حد بارم ديله وأنا قلت قبل كده مفيش حاجة اسمها أنت مش عارف أنا مين طز ويلي مش عارف أنا مين عمل لك إيه يعني إيه مين يعني ليك حق تاخده بالأدب وبالأصول بالقانون بس لكن الزعيق وطولة اللسان والغلط ما يمشيش ما ينفعش خصوصا في النمط اللي إحنا أو في التصور اللي إحنا بنعمله كلنا أظن إنه يبقى في حاجة اسمها الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة دي مفهوم لازم تبص عليه بشكل أكتر اتساعا الجمهورية الجديدة مش مجرد المدن الجديدة أو المدن الحديثة ومش مجرد أنماط التعليم الجديدة والمتطورة والمختلفة الجمهورية الجديدة لازم يبقى ثقافتك متعلقة بمفهوم جديد متعلق بأنه كل بني آدم له مكان تحت شمس هذه الجمهورية بعمله وبأخلاقه وفي إطار القانون غير كده مفيش مش بالضرورة الناس تشتغل علشان خاطر هم ولاد فلان وولاد علان الناس بتشتغل عشان هم يستحقوا الشغلانة الناس تتعلم عشان هي تستحق التعليم الناس تترقى عشان هي تستحق الترقية ترجمة نانسي قنقر